الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم في محاولة للتنصل من المسؤولية قال النائب في البرلمان الحالي عامر الفايز إن إجراءات حكومة الكاظمي مثل الطعن في بعض مواد الموازنة لعام 2021 وغيرها من القرارات باتت محيرة ومستغربة ولا مبررة لها وأضف الفايز أن طعن الحكومة في بعض فقرات الموازنة تضر بالمواطن وحياته اليومية بشكل مباشر مضيفا أن هناك مخططا لإبقاء محافظات وسط وجنوب العراق في فوضى واضطراب وثقر دائم كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي أن الأحزاب الحاكمة في العراق تربح يوميا ما يقارب ثمانية مليارات دينار يوميا عبر شركات الصيرف التابع لها بمساعدة البنك المركزي وقال شنغالي أن البنك المركزي يبيع يوميا ما مقداره 200 مليون دولار بسعر صرف يصيب إلى 1500 دينار لكل دولار واحد ما يعني أن محاربة تهريب الدولار التي روجت لها جهة سياسية مجرد كذبة على حد وصفه كشفت توقعات جديدة لمسؤولين في البنك المركزي في العراق عن ارتفاع كبير ومرتقب لقيمة الدولار أمام الدينار قد يصل إلى أكثر من 150 ألف دينار لكل 100 دولار وأوضح المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر أن ارتفاع سعر صرف الدولار يأتي بسبب التباين في تغطية الطلب على الدولار بين المصارف المحلية وهو من عكس سلبا على سعر الصرف مبينا أن بعض المصارف تزيد من الطلب على الدولار وتأخذ كميات أكبر من المصارف الأخرى ما يؤدي إلى تقليص الكمية المطلوبة أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عن انخفاض في أعداد المسافرين عبر السكاك الحديدية لسنة 2020 بنسبة بلغت أكثر من 82% وأوضح الجهاز أن عدد مسافر السكاك الحديدية بأجر انخفاض إلى 77 ألف مسافر في عام 2020 مقارنة ب435 ألف مسافر في عام 2019 مشيرا إلى أن أجرة النقل للمسافر الواحد بلغت 9571 دينار لسنة 2020 مقابل 925 دينار لسنة 2019 أجلت الحكومة الحالية في العراق استقبال المجاميع السياحية في البلاد خوفا من سلالات فيروس كورونا المتحورة وأوضح مجلس الوزراء أن القرار اتخذ بناء على توصية من زارة الثقافة والسياحة والآثار مبينا أن القرار سار إلى حين تحقيق تغطية عالية للمشمولين بلقاحات كورونا أعلنت الحكومة الحالية في بغداد أنها وافقت على مراجعة جميع العقود النفطية مع الشركات الأجنبية وأقر مجلس الوزراء بقيام وزارة النفط بتقديم الدراسة المناسبة بشأن مراجعة جميع العقود النفطية الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف ونقل النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هذا واتهمت لجان النيابية جولات التراخص النفطية بتسببها في إهدار ثروات العراق لأن معظم بنودها يخدم الشركات وليس العراق وصلت أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق العالمية مع توقعات بزيادة الطلب على الخام بعد إعلان منظمة أوبك التزامها بخطة إعادة مدادات النفط لشهري حزيران وتموز للعام الجاري وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيط بنسبة 21 سنة لتبلغ 67 دولار و93 سنة للبرميل فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 25 سنة لتبلغ 70 دولار و50 سنة للبرميل بعد أن قفزت بنسبة 1.3% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الثامن من آذار الماضي ختام الموجز بأمان الله